إنه صوت محرك طائرة تتبع شركة الطيران اليمنية شركة الطيران الوحيدة في اليمن لا تملك سوى ثلاث طائرات فقط من طراز 310 إرباص طائرات أصبحت قريبة من خط التلف وأصبحت الرحلات على متنها محفوفة بالمخاطر مؤخراً أضطرت إحدى الطائرات التابعة للشركة للهبوط بعد إقلاعها من مطار القاهرة بربع ساعة بسبب خلل فني وعند هبوطها انفجرت إطاراتها إجراء الارتطام ما أثار نوبة من الهلع في أوصات الركاب الذين تجاوز عددهم مئتي مسافر الشركة بدورها أصدرت بياناً قالت فيه إن سبب الهبوط الاضطراري والرجوع إلى مطار القاهرة هو وجود مريضة على متن الطائرة تدهورت حالتها الصحية ما استدعى الطاقم للعودة وإلغاء متابعة الرحلة لكن ركاباً كانوا على متن الطائرة نفوا ما جاء في بيان الشركة وتناقلوا فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تفيد أن السبب وراء الهبوط الاضطراري كان خللاً فنياً ليست هذه الحادثة هي المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المسافرون عبر خطوط طيران اليمنية فهناك مشاكل أخرى كارتفاع تكلفة تذاكر الطيران التي تتجاوز غالباً 700 دولار ما يجعلها من أغلى تذاكر الطيران في العالم بالإضافة إلى الخدمات الرديئة التي تقدمها الشركة لعملائها وانتهاءاً بالرحلات الكثيرة الملغية أو المؤجلة وتأخير الرحلات عن موعدها المحدد يعيد مراقبون الأسباب وراء ذلك للفساد الإداري في الشركة وعدم اهتمام الحكومة بهذا الجانب بالإضافة إلى تعنت دول التحالف ومحاصرتها وتحكمها بالمجال الجوي للبلاد ليست المشكلة في الطائرات فقط بل في المطارات أيضاً اتدمر جزء منها بقصف طيران التحالف فيما يخضع الجزء الآخر في المناطق المحررة لسيطرته إذ يتحكم بها ويمنع هبوط الطائرات فيها ولا يسمح لإقلاع أي طائرة أو الهبوط في مطارات اليمن إلا بإذنه